أهلا بكم لا تزال تابعات الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا تلقي بتابعاتها على الاقتصاد الألماني أكبر الاقتصادات الأوروبية في متابعة حول تطور التدخم في ألمانيا خلال مارس الماضي أكد المكتب الفيدرالي للإحصاء زيادة تكلفة السلع والخدمات بنسبة 7.4% عن العام السابق فرما كسر موجة التدخم وبدء التراجع الفعلي مقارنة بالأشهر الماضية لكن الاحتياجات الأساسية لا تزال تحرق الجيوب ولا تزال الأمور تبدو سيئة بالنسبة للمواد الغذائية فهي لا تزال المحركة الأول لارتفاع الأسعار وتثق الكاهل الألمان إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 22.3% مقارنة بشهر مارس عام 2002 المكتب الفيدرالي للإحصاء قال إن الأسرة تواصل معاناتها من الزيادة المتجددة في أسعار المواد الغذائية بشكل خاص حيث أصبحت منتجات الألبان والبيض أغلى بنسبة 34.6% والخضروات باتت أغلى بنسبة 37.3% وكذلك المنتجات الأخرى مثل السكر زادت قيمته 79.9% في المقابل يظل الدخل ثابتا برغم ارتفاع الأسعار ما يجعل التسوق أقل متعة للألمان واتزايد الشعور بالحاجة لموازنة الإنفاق ووفق موقع هيدلبرغ فإن أي شخص يدرس في ألمانيا وبالتالي يمكنه العمل بدوام جزئي فقط يكون معرضا بالفعل لخطر الفقر في مثل هذه الظروف تقرير معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 أكد زيادة نسبة الفقراء بألمانيا بشكل كبير في العقد الماضي وأن الاتجاه أخذ في الارتفاع في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة فأصبح على الفقراء الاستغناء عن السلال يومية والعيش في مساحات معشية أصغر مع مواجهة خطر تدهور صحتهم على جانب آخر أظهر مسح لمعهد إيفو أن معنويات الأعمال في ألمانيا ارتفعت بشكل طفيف في أبريل الماضي بدعم من تحسن توقعات الشركات الأمر الذي يعزز المؤشرات الإيجابية فيما تأمل برلين في تفادي ركود في أشهر الشتاء أوضح المعهد الألماني أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال وصلت إلى ثلاثة وتسعين وستة من عشر نقطة بعد قراءة معدلة لمارسة السابق عند ثلاثة وتسعين واثنتين من عشر نقطة مشاهدين كان هذا عرضا حول تطورات التداعيات السلبية لتزايد أسعار الغذاء في ألمانيا شكرا على طيب المتابعة